وفي هذا الصدد ينضم إلينا من كوفنتري السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أهلا بك سيد رامي على شاشة اليوم نعم أهلا بكم أهلا بك دوما على شاشة اليوم سيد رامي إذن بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن وفد من المخابرات التركية وأيضا من المخابرات والشركة العسكرية الروسية يلتقوا في مدينة إدلب شمال غرب سوريا ما هي المعلومات التي حصلتم عليها سيد رامي تفضل نعم في إطار ضبط منطقة خفض التصعيد ما بين القوات العسكرية والاستخرباراتية الروسية والتركية جرى هذا اللقاء حقيقة أمر بعد التصعيد المستمر الذي كان في المنطقة والغارات الروسية المكسفة أولا وأيضا استمرار حشود الجولاني في إطار ما تعرف في معركة حلب الكبرى ومعركة طريق حلب دماشق الدولي والتي يحضر لها الجولاني بشكل كبير جدا حضر لها الانتحاريين أو ما يسمى الاستشهاديين بين مزدوجين نحو ما بين 80 إلى 90 عربة مفقخة سهاجم مراقز النصام حضر لها مئات طائرات المسيرة التي درب عليها الجولاني من قبل ضباط من أوروبا الشرقية أي أن العملية متعلقة بشكل كامل بالعملية التي يحضر لها الجولاني وبحشود النظام وبالتصعيد الروسي الذي كان مؤخرا على محافظة إدلب وريف أو ملاطق حفظ التصعيد حقيقة أمر ليس إدلب لوحدها بغريف اللاذقية الشمالي الشرقي وأدلب في إطار التصعيد الغارات الروسية التي ننفذت نحو 70 غارة لذلك أقول بأن اللقاءات التركية الروسية تأتي في هذا الإطار في إطار استمرار اللقاءات ما بين الطرفين لمحاولة ضبط المنطقة وعدم انجرارها لمعركة كبرى يعد لها الجولاني بانتظار الضوء الأخضر من من لا نعلم حقيقة الأمر الجولاني جاهز والجولاني يتنقل عبر نقاط التي من المفترض أن تشن عمليات منها باتجاه مناطق النظام ولكن ينتظر الضوء الأخضر لتنفيذ هذه العملية الكبرى سواء على حلب أو على طريق حلب دمشق الدولي سيد رامي ذكرت بأن هذه اللقاءات تأتي ضمن ضبط الأوضاع في مناطق ما تعرف بخفظ التصعيد برأيك هل ستنجح روسيا وتركيا في ضبط الأوضاع هناك؟ ستنجح إذا ما كان هناك إرادة حقيقية ولكن إذا ما كانت قوة الجولاني الذي يشترك معه الآن فصائل كانت حاربها الجولاني سابقا كنور الدين زنكي وبعض الفصائل الأخرى المنضوية أو المنشقة عن الجيش الوطني في مناطق السيطرة التركية في إطار هذه المعركة إذا ما قرر الجولاني تنفيذ هذه العملية بأوامر من جهة ما غير تركية أعتقد ستفشل كل هذه الأمور وستعود الأمور إلى ما كانت عليه في العام 2019 أي معركة جديدة وهنا سيكون النظام منشغل بهذه المعركة حتى لو قررت إسرائيل اشتياح درعة واشتياح قنيترة وريف دمشق الجنوب الغربي لن يكون قوة لدى النظام من أجل صد هذه المحاولات الإسرائيلية إن أراد صدها سيكون منشغل بعملية الدفاع عن حلب وعملية الدفاع عن طريق دمشق حلب الدولي أيضا هذه اللقاءات هل من الممكن أن تدخل في إطار مناقشة التطبيع الذي كان يحكى كثيرا عنه بين النظام التركي والحكومة السورية برعاية روسية اللقاءات هذه في إطار تطبيق ما يتفق عليه السياسيين حقيقة الأمر هي أمور لجفتية أكثر من ما هي أمور تتعلم بقضية السير بالتطبيع إلى النهاية لأن القرارات بالنسبة للتطبيع تتخذ من قبل القيادات السياسية والأمنية في العواصم ولكن من هم على الأرض هم يطبقون ما يتفق عليه هؤلاء الساسة سواء في أنقرة أو لدى النظام السوري في دمشق أشكرك جزيل أشكرا سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان كنت معنا مباشرة من كوفنتري